أم محمد ألو أهلا يا أم محمد زي زي حضرتك الحمد لله بس يعني ما تقطعوش السكة ولا شيء طب قولي بس على حسب أنا اتجوزت من خمس سنين إلا أنا اتجوزت وده هو ما كانش بيحبني ما كانش إيه؟ بيحبني يعني ما يرقنيش هو متجوز أنا رقت صحرتي له إن أفرق بينه وبين مراته روحتي صحرتي له؟ أه وفعلا فرقت بينه وبين مراته هو ما طلقهاش بس ما بقاش عايزها ما بقاش عايز عياله خربت له حياته معنى أصح وجالي وتجوزته وخلفت منه توقم عنده من دلوقتي 4 سنين لقيته من 6 شهور كده هو مرة واحدة وهو بايت عندي من غير أي مقدمات تاني يوم طلقني روحت للي أنا يعني عملت له السحر عنده قال لي ده اتفك طب أنا عايزة أجدده تاني قال لي اتفك من عند ربنا مش هتعرفي تعمليه تاني ثانية واحدة انتي قلتيله ان انتي كنت عاملاله سحر لا اه انت رحت للراجل اللي كان عاملله سحر وعالولي الصوت بقى عشان أنا أول مرة أول مرة تجيلي اللي بتعمل السحر عندي اه خد مني كان فلوس كتير قوي 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 اه كان يعني خد منه فلوس كتير قوي اه فقلت له اعملهولي تاني قال لي خلاص هو اتفك من عند ربنا فدلوقتي هو طلقني اداني حقوقي كاملة قوي وبيصرف على عياله جامد قوي قوي يعني كل اللي بيحتاجوه بيصرف عليهم فيه بس ما بيشوفهمش خالص مش عايز يشوفهم لأن امراته اللي أنا قذيتها دي يعني ممكن تفوت في الشارع ممكن تعمل اي حاجة يعني حيطها متضمرة هي وعيالها بسببك بسببي اه ناس دخلت فيه أنا كنت بعرف رجالة بس بتليفونات كده ومقابلات ايه يعني ما بعملش حاجة يعني اه ناس دخلوا في دماغ وبقوا ودور ورايا وعرف الأرقام اللي أنا كنت بكلمها وما دلوقتي ما بيقدرش يكلم العيال وانا خايفة أقول لهم اي حاجة هو انت بتطوش تسألي على اي يا أمو محمد ما خليكي معايا للآخر ماشي انا عايز الشيء لأنه ما فيش آخر يعني هو دلوقتي في دماغه شك اني دورت عياله ولا مش عياله بس هم عياله هم 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 وانت دخلت في دماغه شك وخايفة تكلم يفضحني هم هو لغاية دلوقتي ما فضحنيش هم ولا فضحني قدام اهلي هم وكل ما بقوله على سلوس بيدهنه بس انا مش عارفة اقول لي العيال ايه ان هو ابوهم رافض يكلمهم هو رافض يكلمهم هم عياله يا أمو محمد ايه عياله بس هو طب هو انت يعني ايه اللي شغلك يعني انت اللي شغل بالك دلوقتي انا اتوب لربنا ازاي ودلوقتي هو معصوم طب ما هو دلوقتي برضو يعني طلقني ما هو برضو هو كده كمان شايل زنبي زيه هو انا الوقت انسيه خالص يا حبيبتي ما تركزيش معي انسيه خالص انسيه انت مش شغل نفسك بالمصيبة السودة اللي انت عملتيها انسيه خالص مش مهم مش موضوعنا طب قولولي أقول علامة علامة اللي عملين مسأله عليه يا حبيبتي ثواني يا حبيبتي اسمعيني انت مش حفسة بالكرسة اللي انت عملتها في حياتك حاسة وخصوصا ان بيته متضمر مش يسوأله فيه بس ان عليس rotten بتقول لا قول للعيال ايه يعني انت بتحكيلي الموضوع وانت ندمانة انك عملتي كده ولا انا في الحالات ومش عارفة أصححي إن أنا عملته إزاي وهل أنا دلوقتي وما أنت رحت للراجل تاني عشان يعمله أساني يا أمو محمد وما أنت رحت للراجل تاني عشان يعمله عمل تاني فالراجل قالك أنا مش عارف أعمله أنت كنت عايزة تعملينه عمل تاني أنا كنت عايزة أرجعه لعياله تاني في أي طريقة ده عياله أربع سنين ما أنت خربت عليه بيته هو لما فاء ده نسيني ونسي العيالي اللي جامهم يعني هو حتى نسي الأيام اللي كان معايا فيها وإحنا من ندوق السم بقى يا أمو محمد طباق السم بيدوقوا بيدوقوا بيقولك إيه هو بقى يقولي المسحور كده ينسى اللي عملوا في السحر هو ده صح طب هو كمان هيتحاسب على عيال اللي ماماهم دورك ياختي ركزي في نفسك ياختي ركزي في المصيبة اللي أنت عملتها يتحاسب عليه أنت جايبه أصلا بطريقة حرام فحرام أزيتي مراته وخربتي بيته وسحرتي له وبعدين لما السحر تفكس راجل صحي من نوم طلقك آه بس سحر كله مش عارفه ولا عارف العيال بس كل اللي بيعمله اللي هو مصورة مطاريخ بيتفحلهم كمان أحمد دي ربنا حبيبتي وبوسي إيدك وشه وضهر وأن ربنا حميلك عيالك والراجل بيصرف على عيالي إنما هو صحي من نوم فجأة لأنه السحر قالك ربنا فكه من عنده فأنت عايزة تعملي سحر من أول وبدي التالي والست ماشية بتصوت وعصبها تعبانة وكده وعادي وبتسألي عليه أنا هسأل بقى فضلت الشيخ بس أنا مش حاسة بنبرة صوتك يا أبو محبت بأي ندم الحقيقة حاسة يعني أنه إيه هي المشكلة نحنش عارفين نرجعه ومش عارفين نقوله على عياله ونقولهم إيه وكده اسمعي بقى رد فضلت الشيخ بتشوف لي أبو محمد دي أبو محمد اللي راحت ايه بتتكلم بمنتهى يعني على فكرة فيه كتير ناس كده بس أول مرة حد يكلمنا يعني الناس المأزية هي اللي بتتصل بينا المؤزية عمرها ما بتتصل هي بتتصل وبتتكلم بمنتهى السبات إن هي عملت سحر وجابت الراجل على بوزه والراجل أول صحي منهم كأنه مش عارفها وأم طلقها راحت للراجل المؤزي بن المؤزي ده اللي عمل السحر قال لا لا ده حكا من عند ربنا أنا مقدرش أعمل تاني فأقول لي بقى كده إيه هي طبعا بتسأل الأسئلة طب أقول إيه طب عايزة رجعوا تاني قصص دي الأول قد يعيش الإنسان في بيئة هذه البيئة قد تتصف بالجهل فيعيش الإنسان في وسط هذا الجهل فيظن أن الحق باطل والباطل حق يعني هي ممكن تكون عاشت في بيئة ما معينة هذه البيئة المعينة خلتها تعتاد على إن مسألة أن تروح للسحر ده موضوع طبيعي ممكن تكون وصلت بها الحال إلى هذه المرحلة إن هي حاسة إن الموضوع ده طبيعي ولذلك هي بتكلمني على إنه موضوع عادي إن هي مسألة عادية مش أب نورمال يعني حاجة لأ ده حياة عادية ده رعت السحر وقالت له وفرقت بين الست وجوزها وعادي يعني خالص كده فيش حاجة يعني موضوع عادي يعني كان راح تسوبها ماركت جابت باتنين جنيه جبنا ورجع التاني رجعتهم حاجة جده بمنتهى الاستفزاز يعني فده معناه إن حاجة من الاتنين إما إنها داخيلة بتقول كلام مقولة عليها وإما إنها الست نفسها اتربت في بيئة ما معينة وشايفة إن الموضوع ده عادي وده نوع من أنواع الجهل عشان كده هي بتكلمنا بهذه السورة أو بهذه كافية ومش بتسأل عن كفارة زنب هي بتسأل ايه أو تعمل ايه بهذه السورة ده تحليلي للسورة العامة إنما ما اقترفته من اسم أو من وزر قال الله عنه في القرآن الكريم وما هم بضررين به من أحد إلا بإذن الله أي أن الضرر وقع بإذن الله تبارك وتعالى لكن كانت هذه المرأة السبب في هذه القطيعة وفي هذا الإثم والنبي عليه الصلاة والسلام قال من فرق بين والد وولدته فرق الله بينه وبين أحبته ويوم القيامة ففرقت ما بين الرجل وزوجته وفرقت ما بين الرجل وأولاده وعملت كل القصة دي كلها عشان يجي هو يرجع يتجوز على حد ما هي بتقول كل هذه آثام وذنوب عظيمة ومن كثرة تعودها على الإثم أو على الذنب قالت أنها كانت تعرف رجالا وكذا فالناس ألوه كذا وشككوه في العلاقة التي بيننا وكذا هذه المرأة من وجهة نظري ما فعله الزوج ربما أنه فاق من غيبوبته وما فعله الزوج هو عبارة عن أنه زوج اعتقد أنه مع امرأة ليست بأمينة ليست بأمينة على أخلاقها تقولك عادي أنا كنت بتكلم عادي علاقات عادية لا تقول مكلمات تليفونية بيننا وبين الرجال بس بتعملش حاجة غلط ده اللي أنا فهمته من كلامها يعني معناه أن تتكلم كلام بقى خارج يعني عن المألوف أو عن الشرع الله سبحانه وتعالى أو مما لا يصح ولا ينبغي أصلا أن يكون يعني أن المرأة متزوجة وتريد أن تتكلم رجل في أي نوع من أنواع الكلام هذا لا يصح أصلا ما ينبغي يعني ده كلام مش محتلين لا يعني هي عملته ده السحر الأسود والسحر المناية البنيلة اللي بيعملوه في الناس ده الناس دي بقى يعني زنبها إيه زنبها أصلا ما لمن أتى كاهنا أو عرافا ولن يصدقه لم يصدقه يعني مش مقتنعش منه لم يقبل له منه أربعين يوما طب إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد بالكتاب وبالسنة لأن ده كلام أيوة تشوف التفريق يعني وصلت لمرحلة الكفر أنا أعتقد هذا في حديث منصة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالذي دي أنا عايز أقول لها إذا أنت مش فهمة إن كنت لا تدري يعني أنت مش فهمة إن أنت عملت مشكلة أو عملت كارثة أو كذا زي حق تفضلت إحنا ما نفكرش في الرجل دلوقتي ولا في الأولاد إحنا بنفكر المصيبة اللي أنت عملتها إزا هي تتوب من هذا الذنب أولا تقلع عن هذا الذنب وتنسى الرجل خالص لأنها برضو عندها إصرار على هذا إن رجعت نفس الساحة المرة تانية وهذه الصورة من الصور فإحنا لازم نتوب إلى الله من هذا الذنب ولا نرجع إليه ونكثر من الاستغفار ومن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتغير كل العلاقات اللي هي كانت ممتدة بين الرجال وتغير تليفونها خالص وحياتها تماما وتستقر في حياتها إذا كان ربنا وفق زوجها أو أني بعت لها المصاريف بتاعة الأولاد فتكتفي بهذا ولا تتكلم أبدا ولا ينبغي أن تتصل حتى على برنامج مثل هذا وتتصل على الهواء وتقول أنا عملت كذا لأن هذا نوع من أنواع إشاعة الفعيشة طولك أنا بكلم الكيلة وانا رحت للصحراء ورحت العملت كذا كل ذلك كلام لا ينبغي أن يقال لأن هذا إشاعة فعيشة ينبغي على الإنسان إذا بتولي بمعصية من هذه المعاصي أن يستتر يعني أنه يإدارة ويستتر ويستغفر الله سبحانه وتعالى فأنا أنصحها أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله وأن تكثر من الذكر ومن الاستغفار وقال لا تعترف بشيء من هذا لأن لو اعترفت حتى الجزء وقالت أنا اللي خربت البيت وأنا اللي عملت كيت وكيت وكيت ممكن تقتل مضوعك فيه مشكلة كبيرة جدا ولو قالت للمراد جزء الأولانية لو قالت لا تقول كلاما مثل هذا وتغفل الكلام ده وتضل في الذكر وفي دعاء أن الراجل بيصرف على ولاده وإن شاء الله يبقى يرجع يشوف ولاده بعد كده